ملعانة ملعانة أكثر كلمة يردد أبنها تعاز من أول ما نزل الأغنية على اليوتيوب وكأنه وصفت حالنا كلنا وأجاء على الوقاع مثل ما يقولوا وشوفوا أشكال الناس عنه هل سمعت أغنية ملعانة؟ أيو أكيد هل سمعت أغنية ملعانة؟ نعم سمعت أغنية أكيد من مسمعش أغنية ملعانة؟ لذي لم interpreting أغنية ملعانة فليس عايش في اليمن أبدا سمعتني لما أقلت الشعل الحق أغنية حلوة وهادفة أغنية جميلة تحدثت عن ما في القلب تحدثت بلسان 30 مليون يمني حلوة يعني فكرة قديدة وحلوة أنه عن الفني وسط الرسالة حقيقة الأغنية تناقش الواقع وكانت رائعة وقيت في وقتها المناسب اش رايك في به تحكي واقع طبعا أن أغنية ملعنة هي أغنية تقردت من الحزبية شغدفتها الكل لهذا لاقت رواق كبير جدا لاقت إرضاء للشارع التعزي بالذات رسالة له يستمر في الإبداع نحن معك دائما وأبدا أنت تتكلم بلسان الشعب اللي مني كامل وليس بلسانك ولسان سكانت عز فقط طبعا أحب أشكرهم وأتمنى أنهم يكثروا من هذه الأعمال يعني توصل رسالة للناس وتحكي معاناة اللي نعيش يعني الوضع يستمر بالأعمال كونه قبح أهلوة للهادف رسالة للعبد الرحمن المنتظر طبعا صديقي وزميلي والله نشكرهم جدا على هذا العمل لأنه عمل يناسب الوضع الرحيم والله برأيي مدم هم قادر يكتب حاجات مفيدة يوصل رسالة بس مش عن طريق أغاني ساخرة قميل جدا رائع مبدع لو أنت فنانة أو أتيحت لك الفرصة هل بتغني بنفس أداء عبد الرحمن المنتظر أو نفس عبد الرحمن المنتظر لا أعتقد باكون أحسن لا لا أحسن منه والله يمكن أفكر لأنه لها عواقب والله أكيد بس مع سؤال حظ صوتي وحش الحمد لله يعني دعم عبد الرحمن المنتظر أكيد دعمه أكيد أحسن منه أش بتقول ما فيش كلمات العاني بس تقعي حسن منه لا ليش ما أعرفش هكذا الشعب اليمني ما يردد إلا ملعانة توصف حالهم وكل ما في أوقاعهم ويشكروا الأخ عبد الرحمن المنتظر على الكلمات الأكثر من رائعة الأغنية اللي يردد الكبير والصغير كل الشعب ملعانة ليش لأن شقدف من شيق لا طرف وإن شاء الله يفهموا معاناة الشعب اليمني رند الحمادي أخباز اليوم تعيز